أهلا بكم في محاضرتنا التي نتحدث عن الاساسنج لتعليم ووسائل التقييم والقياس التي يمكننا استخدامها في العمليات التعليمية في الكورس التعليم والتعليم 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 والتعلم والحاجات التي تأثر عليها وكيف نحضر الدرس وكيف نلم المادة العلمية وكيف نستفيد من المصادر المختلفة وكيف نتحدث عن التعليم والتعليم 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 كوسائل من وسائل تقديم المادة العلمية في محاضرتنا النهاردة سنتحدث عن الاساسمنت وفي محاضرة الاساسمنت سنرى كيف نقيس أداة الطلاب أفكركم بالمحاضرة وهي Don't Learn Teach حينما أتعلم لتعليم لتعليم أحسن بكثير وستفيد أكثر من عمليات التعليم من كيف نتعلم لمجرد أن أتعلم في المحاضرة سنرى بعض الأسئلة ما هو الوثائل المختلفة للأساسمنت ما الذي يجعل بعضها جيد وما الذي يجعل بعضها وحش سنحاول بسرعة نعدي على هذا الموضوع ونحن نحاول في الكورس لكن هنا لحقيقة أقول ملاحظة مهمة جدا في موضوع الأساسمنت أن الأساسمنت موضوع كبير ومتشعج يتقال في كورسات وليس كورس واحد ولا محاضرة في كورس كما نعملون فكل ما سنحاول نعمله الحقيقة لكي نكون وقعين وأمرا مع بعض هو أن أقدم رؤوس موضوعات في موضوع الأساسمنت وتعريف سريع ببعض الوسائل بتاعة الأساسمنت لو نجينا دلوقتي للأساسمنت نحب نشوف بقى الفورمال ديفينيشن بتاعه هو إيه الأساسمنت فالفورمال ديفينيشن حقيقة بيحتوي على بعض الكلمات المهمة زي أنه يبقى طريقة سيستماتيك طريقة قبل التكرار وتستخدم بشكل منتظم مع كل المتدربين أو المتعلمين والغرض منها هو توثيق الأداء بتاع الطالب وتوثيق الأداء بتاع المدرب أو المعلم التوثيق ده بيتم عن طريق إياس مجموعة من النقاط النقاط دي متوزعة على مدار الكورس أو على مدار المحضرة متوزعة توزيع زمني زي ما هي متوزعة توزيع منطقي بحيث أنها بتتحط في نقاط معينة في أثناء الكورس الغرض من الاساسمنت في الأصل هو مسألة الريفاينمنت دي وهو أنه مطلوب أن الاساسمنت يقول للمتدرب أو المتعلم إيه اللي محتاجه علشان يحسن من أداءه ويحسن من مستوىه زي ما هو برضه الريفاينمنت دي بيرجع على عملية تصميم الكورس نفسه إزاي إن إحنا نقدر نحسن أداء المدرب أو المعلم وإزاي نحسن الكورس بمحتوى وإمكانياته علشان تحسين العملية التعليمية مع الوقت لو حبينا نبسط التعريف ده فهنقدر نقول حاجتين الحاجة الأولينية هو إن لازم القياس يكون ريلايبل إحنا الاساسمنت هيبقى القياس بطريقة نقدر نعتمد عليه زي المصطرة لما بنقيس بيها بنقيس بشكل موضوعي مش هنختلف إن طول الألم الرصاص ده 16 سنتي مسلا بنعان على الأرينوم من المصطرة ولو جينا نقيسه بمصطرة تانية هيقول 16 سنتي لو شلنا المصطرة وحطناها تاني هنقيس 16 سنتي فهنا هنقدر نقول إن طريقة الإياس بالمصطرة لطول الألم ده طريقة ممكن نعتمد عليها وده يمكن اللي هنرجع له بعدين لما هنرجع نتكلم على البرسجن والأكيروسي بتاع وسائل القياس أو الاساسمنت برضو من الحاجات التانية إن أنا أقدر إن لازم مصيبة القياس دي يكون فيها ألمنت في كومبارابيليتي بمعنى أنا ما ينفعش أقول واحد ده لابس أميس أزرق وده شعر أسود يبقى لابس أميس أزرق أحسن من الشعر أسود ده مجموش معنى على أساس إيه قومت بعملية الكمبارابيزن دي عشان كده نقول عايزين نقيس تفاح بتفاح أو برطقان ببرطقان القميص بالقميص والشعر بالشعر كذلك إن أنا لما أجي أقول ده أطول من ده أو أدخل من ده أو أتقل من ده يبقى هنا أقدر أقول أكمبار بقى أكمبار بالوزن أكمبار بالطول أكمبار بأداء ما نقدر نقول ده أحسن من ده فهنا العنصرين دول هم اللي يهموني الحقيقة أساسا في عملية الأساسمنت إنه يبقى ريلايبا وإنها يبقى فيها element of comparability ده مقدمة سريعة اللي احنا قلنا دلوقتي مقدمة سريعة نخش بعديها على إيه الوسائل المختلفة في الأساسمنت فإحنا ببساطة قدمنا الاساسمنت وقدمنا definition متكامل و definition بسيط لعملية الاساسمنت هنبتج إن شاء الله في الفيديو الجاي من المحاضرة دي إن إحنا نتكلم على بعض الوسائل اللي بتستخدم للاساسمنت وإيه اللي بيميز بعضها عن الآخر ويمكن بروك نتكلم على بعض نوقات الضعف اللي موجودة فيها أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي